صحيفة جزائرية كتفضح الجزائر أو كتفضح النظام العسكري الجزائري وكتأكد باللي كانوا ضباط جزائريين ضمن الحملة واللي استهدفت مدينة سبتة المحتلة البوليزاريو كتقص في المغرب لكن بالفوتوشوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتمنا وتكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال دائما معكم لبناء من قناتكم المتواضع لبنى النوز واللي كنتمنا وأنكم ندعمونا فيها في الضغط على زر إعجاب كذلك تبرتجوا هاد القناة مع الأحباب والأصدقاء وكتابة التعاليق فعلى بركة الله نبدأوا موضوعنا لليوم وقد نبدأوا بالقصف ديال مرتزقات البوليزاريو بجموعة ديال النشاطاء واللي كينتعمي والجماعة ديال البوليزاريو قال لك أن البوليزاريو درت عمليات نوعية فالعملية الأولى كيقولوا تدمير غرفة التحكم والقضاء على من فيها من الجنود المكلفين بالمراقبة ونقل المعلومات للمدفعية المغربية والمسيارات المعادية قال كذلك راستهدفوا برج يحتوي على أجهزة إلكترونية كي يعتمد عليها الجيش المالكي المحتل لمراقبة المناطق المحادية لجدار الذلي والعار فكما كتلاحظوا الإخوان أن نفس الكلمات نفس الجمال للنظام الاسكالي الجزائري وديها لإعلام ديالهم الاسترزاقي والإعلام ديال النظام الاسكالي الجزائري كذلك أخواني أخواتي قال لك المكان المستهدف غرفة التحكم يوجد داخلها أجهزة وبطاريات توفر الطاقة للكاميرات الحرارية وأجهزة المراقبة المتبتة على رأس ووسط البرج الموضح في الصورة كما يوجد داخل الغرفة جنود بكلفين بالمراقبة كذلك تدمير غرفة تحكم القضاء على من فيها من الجنود المكلفين بالمراقبة ونقل المعلومات للمدفعية المغربية والمسيارات المعادية فكيف ما سمعتوا كيف ما شتوا في هذه الأخبار الأقصف الوهمية حطهم غير صور فلو كان الأمر صحيح في الفيديوهات يعني هاد السيد أو هاد النشاطة اللي حطوا هاد الأخبار بالصور لو كان يعني الأمر صحيح مدام تحت لهم الفرصة أنهم ياخدوا صور فعليش ماخدوش لنا في فيديو اعلم الله منين جاين هاد صور ورا تعمدوا الإخوان تكون هاد الجودة يعني بحال هكا يعني تكون الجودة راديئة باش ما يبينش يعني ذاك شي مزيان ودبا هما كيتكلمو على الصحراء المغربية صحراء المغربية هي واحد الصحراء اللي واسعة ما كين فيها لأشجر ما فيها لحتش حاجة مكان ما كين فين غادي تخباو وهاد الشي كي يعاون الجيش المغربي باش يراقب المنطقة 20 ساعة 20 ساعة بدون توقف فصراحة كيفاش غادي يقدروا يقنعوا أو كيفاش يقدروا يقنعوا المحتجازين المغربية وقال لك يديروا عمليات نوعية وقال لك يصفتوا صواريخ وكيستهدفوا هاد المناطق فالسؤال فين هي الدرون المغربية فين الأخبار الصناعية لأي جيش مغر كيتحرك إلا وكيتبندر فهما بغين يقلدوا حزب الله واللي كيتحارب مع الأبراج وعندوا علاقة بالرصد لكن هاد الشي ركيبين غير اليأس ليوصل له هاد النظام ومع هاد المرتزقات البوليزاريو ليوصلهم أنهم يديروا أقصاف وهمية بالفوتوشوب أو وهمية يعني من الخيال ديالهم كذلك أخواني أخواتي صحيفة جزائرية اللي هي أرجيري تايمز كتوضح وكتأكد باللي ضباط جزائرين كانوا ضمن الحملة واللي استهدفت مدينة سبتة المحتلة فغدين نرجع لكم الإخوان للفيديو السابق اللي تكلمت لكم على ديكال كرغولية واللي ادعت أنها مغربية وقلت لكم باللي تم اعتقالها وأنها ما كتعيش شي معاناة كبيرة يعني بحالها بحال أي مواطن مغربية عايش يعني الحياة ديالها بسيطة عندها واحد الصالر عندها واحد الضار عندها وليد عندها الوليدة ديالها بالإضافة أنها مطلقة والطالق ديالها كيصرف على ولو يعني كيعطيها النفقة وبالتالي ما غد يش توصل حتى لديك الدارجة تقول باللي راك تلفز الخبز للولد يعني مالقى ما يقول لها الدرجة فكن يعني أخبار صحفيين اللي وصلوا حتى للمنزل لها السيدة ووصولوا الجيلة قالوا لهم باللي العيشة ديالها متوسطة يعني هات السيدة ماشي غنية وماشي فقيرة أو ميتة يعني كيف مكد داعي فلقيت بزاف ديالتعليق من اللي قلت لكم باللي هاد الهجوم أو هاد ما قالوا عليه هاد النزوح الكبير فهو مؤامرة يعني المغرب تعرض المؤامرة بزاف ديالتعليق دخلوا قالوا لي يعني لاش غادي تقولي مؤامرة واش كعلي وقال عندكم تما في المغرب تقولوا عليهم مؤامرة واش في موقع لكم شو مصيبة رجعتوا بحلب وصبع تكلموا على المؤامرة فالإخوان كل شي باين وكل شي واضح فعلا احنا يا راح ما غاديش ننقر نقول لكم بلاد نارها مية في المية في ها كل شي يعني عندنا في المشاكل أو من المشاكل اللي يخلي اللي الشباب ديالنا يحرقوا لكن ماشي بهذا الطريقة اي واحد كيقلب على العيش الكريم والشباب ديالنا كيحرقوا كييمشوا هادش مغاديش ننقره ولكن ماشي بهذا الطريقة فهذا الطريقة راه الوزوح كبير راه الالاف ديال الشباب اللي جايين والقاصرين اللي بغين يحرقوا هادش علاش تكلمنا على المؤامرة اليوم هاد صحيفة الجزائرية خرجوك تأكد بلي ضبط جزائريين كانوا ضمن هاد الحملة وفيستهدفة المغرب فنشوفوا شنوك تقول كشفت مصادر لموقع الجزائر تايمز ان من كان يتزعم الشباب الحالمون بجنة اوروبا اغلبهم جزائريون من الجيش الوطني الشعبي تم استدعاهم للخدمة الوطنية وتم اختيارهم بعناية وتدربوا على تدارس المنطقة او المناطق الشمالية للمملكة المغربية يتقنون اللهجة المغربية ويزعمون انهم من مدن الشرق المغرب دخلوا الى المغرب عن طريق البر من الحدود والجو من مطارات تونس بتأطير محكم من جبار مهنة او مهنة رئيس المخابرات الجزائرية ثغرت دخول الجزائريين بدون تأشيرة وبمساعدة من معارض مغاربة بالخارج مستغلين كذلك تساهل سلطة الامنية المغربية مع المهاجر الافارق والعرب الغير نظاميين في اطار خطة كبيرة للجنيد وجيش اكبر عدد من الافارق والعرب والسوريين والتونسيين للتجسس عند الحاجة والقيام باعمال تخريبية بمدن ساحية مغربية لطورة المغرب مع المنظمات الحقوقية الدولية المعنية بالمهاجرين واظهاره كدولة مستبدة وشعبها يعيش المجاعة والفقر ومن جهة اخرى تشوي صورة المغرب كبلد سياحي مستقر في اطار مخطط متكامل لنشر الفوضى عبر متعاونين من داخل المغرب ينتقلون من جنوب المملكة الى شمالها القصد منها اركاع المملكة المغربية ومحاصرتها على جميع المستويات بحرب اعلامية وحقوقية وديبلوماسية واقتصادية فالمصادر تشير بطبعات الحال الجريد الجزائرية الى ان هذه العمليات ليست عشوائية او فرضية كما تبدو للبعض بل مخطط لها بشكل مسبق اعلاميا ولوجيستيكيا وتهدف الى خلق نوع من الفوضى في مدن الشمال المغربية التي تعاني من ازمات اجتماعية واقتصادية متراكمة واستغلال فشل حكومة اخر النش لانجاح هذه المؤامرة وذلك بفعل تفاقم الاوضاع المعيشية داخل الاسر المغربية فكما تسمعوا الاخوان هذه الجريدة الجزائرية هي اللي اعترفت بالليل الجزائر هي وراء هذا النزوح الكبير بالمملكة المغربية الشريفة والهدف هو اركاع اولا المملكة المغربية الشريفة ثانيا تشويه تشويه الصورة دي المغرب ثالثا اخلاق الفوضى داخل مدن الشمال المغربية اذا اخواني اخواتي هذا هو الموضوع ديالنا تحيتي لكم كبيرة شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته